اشتركوا في القناة العربية المتحدة الشقيقة نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات سائلا جلالته الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان كما ثمن جلالته وحفظه الله الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية وموسائل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنها جلالته خالصة عزيه والصادق مواساته باستشهاد ستة عناصر من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات وفي سياق متصل بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى برقية مماثلة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زاهد ولي عهد أبو ظبي نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها جلالته عن خالص التعازي والمواسات في استشهاد ستة عناصر من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة راجيا جلالته للشهداء الرحمة ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأشاد جلالته في برقيته بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمن قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن الشقيق مجددا جلالته وحفظه الله موقف مملكة البحرين الثابت مع أشقائها في قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشرعية في اليمن والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بقيادة المملكة العربية السعودية